اسهل حاجة في الدنيا حتة خشبة لازق فيها مصطرة هنيجي للجتار المشهور شوية اللي هو حبيبي المالوين الجتار الالتري اسهل حاجة في الدنيا حتة خشبة لازق فيها مصطرة والخشبة ديت لفيها علبة صوتية ولا يحزنون هي خشبة صماء طب الصوت هيطلع منين يا حاجة احمد الصوت هيطلع من شوية كويلات حطينهم هنا كويل يعني ايه يعني عبارة عملف لفين سلك 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 حوالين شوية صوابع كده معدنية السلك دوت بجرد ما طلقت الاسوات بتاعت الاوتار دي يا تعالى المغناطيس اللي هو معادي دوت بمغنط السلك اللي هو اللي حواليك طلع دايرة كهربائية ما احنا خدنا التوليد الدايرة الكهربائية في دروس الفيزياء بتاعتنا انك انت من الممكن انك انت مجال مغناطيسي تعمل منه كهرباء انك انت تتحرك بالمجال المغناطيسي ينتج لك كهرباء فمستعمله النقطة دية انك انت بتستعمل الاسوات دي بتعمل تحكم في مجال مغناطيس يروح نائل الكهرباء ديت للسلك دوت الكهرباء دي بتتاخد في السلك دوت وتطلع على المفتاح بتاع الفوليوم اللي بيعلي والوطي شوية دباير بسيطة جدا وبتطلع في الاخر من الفاتحة بتاعت الصوت دي بكابل تدخله انت بقى يعني ايه بيكبر? يكبر الصوت بتاعه. فانت الجيتار مش حينفع تعزفه من غير مكبر صوت. مش حينفع تعزفه من غير هسمعكو دلوقتي صوته اعمل ازاي? ادي صوت الجيتار هو من غير اه مع نفسك انت هتسمعه. يعني انت ممكن تتمرن عليه مع نفسك. مع صحابك ممكن انا قبل كده يعني عزفت جيتار كده مع صحابي في القوضة واحنا عاديين نعزف ما 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 كانوش متضايقين يعني. انما اجرب بقى انك انت تروح حفلة وبتاع بيه طبعا مش حينفع طبعا. فالجيتار دوت جيتار ليه استعمال خاص انك انت محتاج آلة تكبير للصوت يعني. الجيتار في نظري اسهلهم جميعا في العزف. يعني اسهل حاجة الالكتريك بعد كده بعد كده اصعب شوية. ممكن يتفوق على الالكتريك في حاجة ان الكلاسيك جواعي بتصوت بتاعته انت مش محتاج تكبير عشان تعزف مع ناس موجودين يسمعوك كويس جدا وتغني معاه او بتاع. الالكتريك محتاج تجهيز خاص انك انت محتاج فمن الممكن تعتبر الكلاسيك اسهلهم جميعا انك انت شايل الجيتار وخلاص ما عندكش اي مقلق في اي حاجة تانية. واخد بالك فانا هاعتبر الجيتار الكلاسيك هو نمرة واحد بعدين الجيتار الالكتريك بعدين الجيتار الاكوستيك. الجيتار الالكتريك سهل جدا زبطه. ليه بقى? عندي حتتين في الجيتار ركبين على بعض. المسطرة ركبة على الجسم بتاع الجيتار وبتبقى ايما بمصامير ايما فيه بتلاقيها اللوحة معدنية كده فيها مصامير برضو يعني اه وبعدين فيه تالت نوع بيبقى الجيتار نفسه الرقبة لزقة بلزقة مش مش لزقة بمصامير يعني ده جيتارات الجيبسون مشهورة بالموضوع ده هون بيقولوا احنا مش عايزين نستعمل مصامير في الجيتار بتاعتنا ان حرين يا ولكن الطريقتين ما ما سابتش اي اختلاف بينهم في الصوت يعني فيش مش صوت الجيتار ابو ابو لازق احسب من صوت الجيتار ابو مصامير بس هي الشركة اخترت كده وجيتاراتها كلها كده وفيه ناس بيتؤمن ان ان الشركة دي صوت الجيتارات بتاعتها متماماش انت حر يعني ولكن عمليا مش هيفرق في صوت الجيتار حاجة. طب ايه ايه اللي بيفرق في صوت الجيتار يا حاجة? احنا قلنا بتكون مصطرة وجسم. طيب الجزء التالت اللي بينقل الصوت اللي هو بقى الكهرباء اللي هو الكويلات او الملفات اللي موجودة تحت الا الاوطار ديت. وموجودة الدايرة الكهربائية بتاعت الصوت نفسها اللي بتنقل الصوت وتكبره لك وتطلعه لك. المصطرة مصطرة الجيتار الالكترك دلوقتي بتبقى رخيصة جدا وفي جودة ممتازة انت لو شفت المصطرة بتاعت جيتار بينتج من 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 اقل انواع الجيتارات المعروفة عالميا زي الاماها مسلا او لو بصيت على المصطرة عشرة على عشرة. المصطرة طلع عشرة على عشرة. المصانع بتطلع الحاجات دي دلوقتي مفيش يعني مفيش اي مشكلة فيها. ولو في مشكلة بتبقى مشكلة الوقت اللي في الاخر بقى ان واحد يقعد بقى يتحنتف ويزبطه بقى بالزبط عشان الجيتار يطلع صوته حلوة وتطلع الايد عليه حلوة ما يحتاجش تصبيت تاني. الجيتارات اللي بتبقى تمانها غالية شوية اه هتلاقي فيها الكلام ده انت بتشتريه من المحل عشان تعزفه. الجيتارات الرخيصة هم قال لك انا هيعملوا لك رخيص بس انت بقى تصرف وزبطه. فانت بتاخده الواحد بتاع زبط الجيتار بياخد مبلغ بسيط جدا يعني حاجة يعني اه ساعتين عمل يعني بيزبط الفيلم ده كله في ساعتين. فالمصنع بيقول لك انا هده لك رخيص بس انت خده بقى تصرف انت وزبطه. وزبطه ده عبارة ساعتين يعني بتيدي ساعتين عمل لاي حد شاطر في الموضوع ده. اه الوقت بيمسك المصطرة يزبط هالك بالآلا كيه. آآالان كيه ده عبارة عن آآ يعني في في وطر معدني جوه المصطرة عشان يحافظ على اتزانها. لان الاوطار المعدنية ده ما نشدها اعلى من الاوطار النايلون. الاوطار المعدنية شدها اعلى من الاوطار النايلون. عشان كده بنقول لك يا يا جماعة ما حدش يركب اوتار معدنية على جتار نايلون. على جتار كلاسيك. لو ركبت عليه الاوتار المعدنية هتفسد المصطرة. المصطرة هتتنيها وتتكسر. واخد بالك او هتنفصل عن الجسم بتاع الجتار. انت بتبوز جتارك. واخد بالك فالشد بتاع اوتار معدنية اعلى. فعملين من جوة فيه سلك معدني جوة بتثبطوا بألنكي عشان يخلي لك المصطرة تيجي كده وتيجي كده. كل ما المصطرة تشد شوية فالاوتار تهبط على المصطرة. وكل ما ترخيه شوية المصطرة بتفرد نفسها شوية. فهيبقى الاوتار اعلى شوية عن المصطرة. فممكن الراجل ده يزبط بالزبط. الزبطة بتاعتك ايدك انت. انت محتاج الاكشن عالي ولا الاكشن واطي. في ناس على فكرة بتحب الاكشن او اللي له بتاع الاوتار عالي شوية. دي لان بيساعدهم في النموية تعمل البنز بقى الحاجات بتاعت اللي بتتني الوطر. لفوق بتاعته تعمل بقى ايه? الاسوات الملوية دي بتاعت السلوهات. هو بيحبها لما يبقى الاوتار عالية خلاص ما فيش مشكلة يعني. انما قال بيت الناس بتبقى بتحافظ على يعني تبقى اتفاع الاوتار واطي عشان سهولة العزف كل الناس. عايزة تعزف سهل وتعزف بسرعة. وبسرعة كمان. تعزف بسرعة بسرعة. فلازم الاوتار تبقى مظبوطة يعني في الموضوع ده. فسهل جدا زبطها. ممكن اتحكم برضو عن ارتفاع الاوتار بحاجة اسمها اللي هو الكبري ده. يعني انا مسلا الكبري ده انا ممكن ارخي المصامير بتاعته فيخف مسلا شوية. ممكن اقرت عليه شوية فينزل تحت. فانا لازم يعني بتحكم في ارتفاع الاوتار عن طريق البرج ده. والبرج نفسه جوه كل وطر منفصل في الجتارات الكويسة يعني هتلاقي حاجة اسمها البلوك. البلوك دوت انك انت بتتحكم كمان افقيا البلوك ده جاي كده ولا جاي كده. فانت مطول طول الوطر او مؤثره. ليه بقى بطول طول الوطر لو بأثره? لان طول الوطر نفسه هو اللي بيعمل لي الصوت. يعني طول الوطر بتاع المية لازم يكون مش عارف واحد وسبعين سنتي مش عارف وتلاتة من يعني لازم بقى طوله كده. فلما لو طول شوية او قصر شوية بيطلع لك على الخانة نمرة اتناشر الوطر مفارق. طلع لك مفيش مية. فلازم يبقى له طول معين بيساعدني بقى عليه البلوكات ديت اللي موجودة على بتساعدني ان انا اطلع الاوطار مظبوطة في الطول. طيب حلو قوي ده انا كده زبطت ده الجيتار الالكتر ده فانتاستيك يعني انا ممكن اعمل فيه اللي انا عاوز. اه فعلا انت ممكن تعمل فيه اللي هو عاوز. المايكروفونات بقى اللي هنا ديت بقى في شركات في العالم بتنتج مايكروفونات المايكروفون تمنه تمن الجيتار. يعني حاجة بقى يعني الكويل ده تمنه عشان معمول من شركة اسمها سيمور دانكن مسلا. ماشي. فيه آآ كويلات معمولة بعناية ومعمولة كويسة جدا وقوية جدا وكل حاجة وصوتها جميل جدا. مفيش اي مشكلة في كده. بس عن طريق الفيديوهات اللي انا بشوفها على الانترنت لما الناس بتغير الكويلات بتاعت الجيتار وتركب جيتارات كويلات رخيصة وكويلات غالية. بعد ما بيدخلوا صوت الجيتار ده على الامبليفاير والافكت بقيت انا ممكن اتحكم في الصوت بطلاقة بالاجهزة ديت. فالصوت المايك تضاقل شوية جنب الكلام ده. فانا ما بسمع دلوقتي صوت آآ كويلات رخيصة وكويلات غالية مش قادر افرق بينهم. طب انا هدفع عليه تمن الجيتار في كويل ما انا ممكن كويل الرخيص اللي جاي عليه ده هو تشغاله وهطلع نفس الصوت من البداية الا لو انا ايه. فهو الموضوع التجاري يعني اخد بالك. فاحاول ما تلتفتش جدا لموضوع الكويلات ده الا في حاجات معينة زي ايه? لو لقيت الجيتار بيزن زن مؤلم. يعني زن بيعتلك عن آآ العزف. لأ ده كده الجيتار معيوب. ولكن هو معروف دايما ان او اللي بتلاقيه مفرد زي اخونا دوت. اللي بيطلع صوت زن. بيطلع صوت زن. عشان كده هم اخترقوا حاجة اسمها هم بكر. هم بكر جاي من كلمتين هم. هم اللي هو الهومينج او اللي هو الزنة. بكر يعني بيكتمها. كاتم الزنة. كل ما يبقى فيه اتنين شغالين مع بعض. قالك النويز بيجي واحد منهم يكنسل التاني. تلاقي واحد وراحد راجع راح يكنسل النويز. سبحان الله يعني خاصة كهربائية يعني ما تحط الكويلين جنب بعض ويستقبلوا نفس الصوت واحد منهم بيلغي التاني في النويز. فقالك خلاص حلو او الهام بكر ده. بس الهام بكر ده صوته بيبقى يعني صوت غليص شوية بيستعمل في الصلوهات. يعني بيستعملوه بيحبوا يستعملوه دافي او يستعمل في الصلوهات وبيطلع قوي جدا. فبتلاقي جيتار زي ده مسلا هتلاقي الهام بكر محتوط جنب البرج عشان ده بيطلع الصوت حد شوية كان ان نخلي بالك كل ما تحط قريب من او قريب من المسترى بيفرق في صوت غلزة او او بتاع صوت نفسه. واحد بيبقى آآ كل ما تقرب من المسترى بيبقى صوت ادفة شوية وناعم شوية فبنستعمله كتير قوي في الاقاع. الصوت اللي بيبقى في النص بين بينين. الصوت اللي بيبقى ناحية البرج بيبقى صارخ شوية فا ممكن تستعملوه في الصلوهات فالجتارات نفسها بيبقى عليها عدة مايكات وكمان فيه سويتش من تحت اه لو انت شايف السويتش دوت انا بغير منه الاوتار بتاعتي وبغير منه المايكات بتاعتي بحيس ان انا اتطلع لي الصوت اللي انا عاوزه فالجيتار في حد ذاته من غير حاجة ممكن يطلعني تنوعات صوتية استعملها في حاجات طول ما عندي اقدر استعمل في ان انا اكبر الصوت ده فالجيتار بقدر اتحكم فيه اه كتير قوي فما تشغلش بالك او بالارتفاع بتاع الاوتار الا لو كان حاجة انت شايفها مش هتتصلح يعني جيتار بايز ولكن اللي تنتفت ليه النقاء الصوت بتاع الجيتار نفس الصوت حلو الكويلات مش بايزة بحيس انها بتطلع منها صوت كويس الزنة اللي فيها لو كان تقبل زنة بحد معين انما ما تتقبلوش بحد ان بقى الزنة اعلى من صوت الجيتار ده فيجي حاجة بايزة الخروشة لما تيجي تفتح المفاتيح تعلي وتوطي كل ما تعلي وتوطي في دايرة بتتعمل على حاجة ملف نعم كده يزود وينقص كل ما الدايرة دي عليها كهرباء الحتة الكربون ديت بتتخدش فبتطلع صوت خروشة كل ما تيجي تعلي فصوت الخروشة دي بيعلى كل ما الجيتار اصابه تراب والحتة الكربون ديت فسدت فانت ما بتتعلي الجيتار وتوطي تلاقيش مفيش وش مفيش زنة مفيش حاجة مفيش زنة تعيقك عن العزف وكده وصوت المايقات واضح وكويس والاوتار كويسة والعزف بتاعه معقول تذكر على الله اشتري الالكتريك ده ساعات بقى الالكتريك كمان حالة حسب الماكناة بتاعته الماكناة بتاعته بتبقى آآ هل بتحافز على ولا لا يعني ما بتعودش بقى تثبطها بين كله وغنيتين تلاتة تلاقي الجيتار بيرخي كل شوية في بعض الجيتارات طبعا بتبقى اعلى شوية بيبقى حطت اللوك دوت بيبقى زرار كده بتربطه بعد ما بتزبط الاوتار بيقلل من رخاء الاوتار دوت في برضو الجيتارات اللي بيبقى فيها العصايا بتاعت التريمول داية هتلاقيها في الاستلات بتاعت بس ما عندهم مش الكلام ده فهتلاقي ده انا ممكن احركه عشان يطلع لي البند بتاع الوطر دوت بدلا ما تنيه بصباعي كده انا بتني الوطر عن طريق المسطرة دية اللي هي العصايا ديت بتاعت التريمولو بيسموها التريمولوبار فانا بتني الوطر بيقى طلعني اللي هي التمويجة بتاعت البند ديت او التانية بتاعت الوطر دي كل ما انا اعملها لازم الوطر يرجع تاني سليم لازم يرجع تاني سليم فالجيتارات الكويسة هتلاقي الجزء دوت اما تتني الوطر وترجعه تاني بيرجع ياخد نفس التوناليتي تاني ما يفوتش لا يمين ولا شمال طبعا في اختراعات كتيرة للموضوع دوت بيسموها بيسموها دي ماركة عالمية معروفة هتلاقي فيها كمان ضبط ضخيط للاوتار فانت بتقفل الاوتار من هنا خالص ما تتحركش الحاجات ديت ومن تحت هنا تزبط لو انت حاجة بس محتاج تعدلها في وسط الاغنية وبتاع بتدي لك الفرصة ديت في ناس من هوات بتاع دوت وفي ناس مش من هواته على حسب ما انت عاوز ايه بالزبط يعني الجتارات بالذات اه مش تمانها مش غالي تمانها مش غالي ان اللي بتعتمد على خروج الصوت عن طريق دايرة كهربائية مش على خشب ولا على تفنيش المساطر كلها بتتعامل في اه مصانع العالم كلها وتطلع بتاعها في منتهي الجمال بيفنشوها بشوية تاتشات بسيطة جدا وتطلع الفريتس جميلة جدا فيش اي مشكلة فيها انواع الفريتس بقى هتلاقي فيه رفيعة وفيه فريتس اه متوسطة فيه فريتس بيسموها جامبو جامبو طلعت عريضة اسخل شوية في العسف واجمل اوهي ناس بتحب ديت وناس بتحب دي الستاندرد بتاع الناس بتاع الستراتو كاستر فندر استراتو كاستر والجيبسون لسبول اه كان اساسا الفريتس بتاعته مرفيعة الجامبو فريتس دي طلعت مؤخرا في السنوات الاخيرة هتلاقي ابنيز مثلا بتستعمل الجامبو فريتس دي كتير قوي وانا بصراحة بحبها يعني انا عندي اللي لقيت حتى كمان اه بعض الجتارات اه اليماها والجيبسون عاملة جامبو برضو ظريفة جدا وحتى الفندر تقدر تغير بتاعته وتركب فريتس اه جامبو فمسطرة الجتار ده انت ممكن تخلعها كمان وترميها وتجيب مسطرة تانية وتركيبها انت حر انت ممكن تركب الجتار ده كله يعني فيه ناس دلوقتي بقى عندها هواية تركيب الجتار ده فالجتار ده كله بيشتروا الحتة ديت بيشتروا بادي بيشتروا مسترة ويشتروا جهازة كهربائية زي ما هو ويعمل هو تفصيلة الجتار اللي هو عايزه يعمل اللون والشكل اللي هو عايزه وبتاع بقت هواية بره 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 عند الناس دلوقتي ان بيسموها كاستم شوب جتار كاستم شوب جتار يعني انك انت بتعمل جتار محدش معاك جتار ده في العالم غيرك انت عملته على تفصيلتك انت وبمزاجك وسعره هتلاقي سعره مقارب لسعر اه جتار متوسط القيمة يعني همش هيبقى رخيصة على فيك لما انت تشتري مكونات دي وتعملوا بنفسك لان الميزة بتاعت الجتارات المتصنعة في مصانع اه بالذات مصانع شرق اسيا هتلاقي ان ياماها مثلا بتنتج اه الافات الجتار في في وقت واحد فالتصنيع على طول سريع فهيخلي سعر الجتار ارخص شوية انما لما تشتري حتة بقى بحتة وتتحنت فنت وتعمل وتزبط دي هتبقى هوبي يعني هتبقى هواية عند الناس اللي هي عاوزها اتمنى كده اكون شرحت للناس الجتارات وانواحها وازاي تشتري جتار وما يدحكش عليك يعني ازاي يعني انا عرف ان شركة ابانيز مش هتنتج جتار سايق شركة يا مها مش هتنتج جتار سايق مستحيل ينتجوا جتار سايق فانت يعني ما هتقول لي لو لو الاسامي جات من المركات العالمية المعروف هقدر اقولك انما لو جبتلي جتار انا عمري ما استعملته عمري ما شفته عمري ما عملته جتار مصنوع في اندونيسيا او في البرازيل وعمري ما شفته طبعا هعرف منين الفايصل الوحيد في الموضوع ده انك انت تعز في الجتار وتشوفي ناسبك ولا لا على فكرة انا جربت جتارات كتيرة غالية جدا وما عجبتنيش انا مش مش مناسب ليا ولا العازفي وانا مش عاوزه وجربت جتار ارخص ولاقيته حلو جدا ومناسب جدا لي والعاس بتاعه حلو بتاعه خلاص انسى السعر بقى خالص مش معنى ان الجتار غالي ده معنى ان ينسبك او مش معنى ان الجتار رخيص ان هو ما ينسبكش او جتار وحش جرب كل حاجة لغاية ما تلاقي الجتار المناسب لك وحتلاقي ان شاء الله وشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة